أنت ذكرت أنه في عضوية البريكست تطلب الإجماع ما رأيك في عدم قبول عضوية الجزائر؟ كيف تعلق على الأمر؟ هل تعتقد أنه هناك دولة ما رفضت عضوية الجزائر؟ تماما أنا كنت في الترتيب يعني واحد للحلقة اللي هي خاصة ولكن عموما قد يقوم ببتها لاحقا فما يرتبط بشكل أساسي وفق واحد مجموعة من المصادر يعني المصادر اللي هي ارتبطت أو قامت بالكشف على الخفاء أو الكواليس فالبيتو الوحيد التي تم يعني الهند قامت باستعمال البيتو ضد الجزائر والأمر يرتبط بشكل أساسي بتأثير فرنسي ضد يعني تأثير فرنسي لدواء القرار الهندية لأن هناك علاقات هي قوية جدا ما بين كل من الهند وما بين فرنسا يرتبط الأمر بشكل هو مبدئي بالمحيط الهندية يرتبط الأمر كذلك بما هو بتكنولوجيا النووية يرتبط الأمر كذلك بتسليح والشرع الأسلحة بمجموعة منها الأمور يرتبط كذلك الأمر بمصالح الهند سواء بمنطقة بالمستعمرات الفرنسية بإفريقيا ويرتبط كذلك الأمر بالعلاقات التونائية الهندية الفرنسية باعتبار أن الهند بحاليا تعتبر فرنسا بأنها هي البوابة الأساسية للاتحاد الأوروبي العلاقات أو السبب المباشر أو ما تم الكشف عليه بأن فرنسا قامت من خلال واحد مرسلة التي هي استخباراتية فقد قامت بتوجيه وكذلك التأكيد على وضع استعمال الفيتو من طرف الهند ضد الجزائر عموما فلا يمكن بإشكال إلى حدود الآن ومدام أن مجموعة البريكس ليست بمنظمة التي هي مهيكلة فتستدعي موافقة لإجماع وكان هناك غضب في دواء القرار الصينية وكذلك كان هناك غضب من طرف لافروف حقيقة يعني ضد التصلب دي الموقف الهندي أعتقد بأن الأمر يعني غد يحتاج يعني نقاش آخر ولكن إلى حدود الآن من قام بمنع الجزائر من دخول يعني من الخراط أو يعني أن ندخل لمجموعة البريكس هي الهند وهذا يعني الأمر اللي هو واضح ومعروف لدى الجميع إعلامين حقيقة وهو الغريب طبعا أنه يتم إدخال مجموعة أو دعوة مجموعة من الدول مثل الإمارات ومصر والسعودية التي يعني نعرف علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية بينما مجموعة البريكس تريد إنهاء القطب الواحد في العالم بينما تأتي والسعودية تأتي وتصرح تقول سننظر في دعوتنا لانضمام إلى مجموعة البريكس يعني الآن تريد أن تساوى بهذا الموضوع مع الأمريكان يعني تريد أن تقول الأمريكان أعطونا حماية أكثر وافقوا على شروطنا ولن ندخل للبريكس لكن هذا ربما نقاش آخر يطول الحديث حوله